السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أصدقائي صديقاتي مرحبا بكم في فيديو جديد فيديو اليوم خاص بالنص الوظيفي الأول من الوحدة الثالثة وحدة وسائل اتصال والتواصل من مرجع مرشدي في اللغة العربية للسنة الخامسة من التعليم الابتدائي إذن نبدأ بفقرة ألاحظ وأتوقع أصف الصورة المرافقة للعنوان ماذا يقول الطفل للحاسوب وماذا يقول الحاسوب للطفل إذن لاحظوا معي الصورة إذن فيمكن أن نجيب على الشكل التالي وسنقول أتوقع أن يخاطب الطفل الحاسوب قائلا شكرا يا صديقي لأنك تساعدني في دراستي أو أتوقع أن يقول الحاسوب للطفل أنا من أحداث الوسائل التكنولوجية وفوائدي على حياة الإنسان كثيرة إذن فيمكن أن يكون الحديث الذي يدور بين الطفل والحاسوب يعني على النحو التالي أو يمكن أن يكون غير هذا إذن سنتعرف يعني عن خبايا هذا الحوار الذي سيجمع الطفل مع الحاسوب عبر قراءة النص إذن تابعوا معي النص سالم والحاسوب كان سالم يتجول مساء مع أمه في أزقة المدينة توقف أمام واجهة محل لبيع الأجهزة الإلكترونية لأنه أراد اقتناء حاسوب محمول رأى واحدا صغير الحجم فدنا منه ليقرأ ثمنه قائلا في نفسه لعل هذا الصغير يكون ثمنه في متناول تراجع سالم إلى الوراء تراجع الخائف لأنه سعق من سعره الباهظ فقال هل يستحق هذا الحاسوب الصغير هذا المبلغ الكبير؟ وإذا بالحاسوب الصغير يرد ردا قويا وهو ممتلئ غضبا أنا لست صغيرا كما تظن أنا حاسوب عملاق لا نظير لي في أي مكان آخر ولهذا تجد ثمن غاليا ألا تخجل من نفسك؟ كيف تدعي أنك عملاق وحجمك صغير لا يتعدى 20 سنتيمترا طولا على 15 سنتيمترا عرضا؟ أعرني أذنيك قليلا ليس التفوق بالكبار ولا بالصغر في الحجم وإنما بالعمل والجد والنشاط والدقة وأنا برغم حجمي الصغير فإن دماغي كبير وما الفرق بينك وبين الحواسيب الأخرى؟ يكمن الفرق في سرعة الفائقة عند إجراء العمليات الحسابية وفي قدرتي على تنفيذ العمليات تنفيذا سريعا هذا شيء مدهش حقا لكن بماذا تفيدنا قوتك وساعتك وسرعتك ودقتك؟ إنني أفيد في مجال الأحوال الجوية وفي تسيير وتدبير المقاولات وفيما يطرأ فجأة من فيضانات وإعصارات وزلازل وبراكين كما أنني أفيد الشركات والباحثين فائدة كبرى في إعداد الخرائط والرسوم البيانية والصور والأشركة وغيرها أما أنت يا ولدي فإني أفيدك في مراجعة دروسك والبحث عن معلومات حول الطبيعة وبلدان العالم وأفيدك في تعليمك لغة أجنبية وأسليك بألعابي وأساعدك على التواصل مع أصدقاء عبر أنظمة وتطبيقات التواصل التي أتوفر عليها عبر الإنترنت والسكايب والتويتر والفيتبوك أعترف لك بأنني أقف أمام عملاق حقا لأنك أقوى وأسرع جهاز حاسوب في العالم رأته عينايا وسمعته أذنايا برغم حجمك الصغير جدا فلا لفرحة صاحبك بك اعتراف أعتز به يمكنك الاستفادة من خدماتي لكن لا يجب أن تسرف في استعمالي بل عليك أن توزع وقتك اليومية مثلا حاسة للمراجعة والدراسة وأخرى لللاعب في الهواء الطلقي ووقت للاستمتاع في جلسة مع أسرتك وأصدقائك وصديقاتك ووقت لقراءة كتاب مفيد وإذا استعملت ما أتوفر عليه من وسائل الاتصال وجب أن لا يكون ذلك إلا مع أشخاص تعرفهم وتثق بهم وأن يكونوا في سنك ولا تروج صورك الخاصة وصور أسرتك وأصدقائك فإن تقيدت بهذه القواعد تقيدا تاما فإني صديقك ورهن إشارتك كي أرافقك وأعينك وأسليك إذن هذا هو النص الذي يتحدث عن فوائد الحاسوب وشبكة الانترنت التي تساعد الإنسان بصفة عامة والأطفال هنا في سنة تمدرس بصفة خاصة على التواصل مع الأصدقاء على البحث يعني بحث عن الدروس عن المعرفة والمعلومات كذلك إذن بالنسبة للقراءة بطلقة لدينا حوار بين سالم والحاسوب سيتم قراءته وتشخيصه من طرفكم إذن نمر إلى أفهم وأحلل إذن السؤال الأول أكمل العنوان بما يناسب سالم والحاسوب صديقان رفيقان عدوان متخاصمان يلتقيان كل يوم صديقان مشاكسان أو صديقان حميمان إذن نمر الآن إلى السؤال الثاني إذن السؤال الثاني يقول أكمل شبكة المفردات الخاصة بالحاسوب ملفات ذاكرة مفتاح التخزيني إذن سنضيف قرص صلب وهو مكون من مكونات الحاسوب التي يتم على مستوها يعني تخزين المعلومات فأرات إذن أكيد فأنتم تعرفون الفأرة إذن هي الأدات المسؤولة عن تحريك السهم داخلة أو على الشاشة الحاسوب برنام إذن برنام يعني لوجيسيال مثلا وورد إكسل باور بوين إلى غير ذلك تطبيقات تطبيقات إذن مثلا تطبيق واتساب تطبيق فيسبوك مثلا ويعني جميع التطبيقات مثلا تطبيق جيميل إذن الذي يمكن من يعني استقبال الرسائل الإلكترونية إلى غير ذلك من التطبيقات التي نجدها على الحاسوب نمر الآن إلى السؤال الثالث أحدد معنى كلمة نظير في كل جملة هذا لاعب لا نظير له إذن كلمة نظير في هذه الجملة فهي تعني لا مثيل له أهداني أبي دراجة نظير اجتهادي يعني مقابل اجتهادي إذن الجواب عن هذا السؤال إذن فكلمة نظير في الجملة الأولى فهي تعني مثيل بينما كلمة نظير في الجملة الثانية فهي تعني مقابلة نتميم السؤال الرابع أحدد ما يأتي أين كان سالم لماذا ذهب إلى هذا المكان هل وجد ما يبحث عنه إذن جواب عني السؤال الرابع سنقول كان سالم يتجول مع أمه في أزقة المدينة وتوقف أمام محل لبيع الأجهزة الإلكترونية الجواب عن الشق الأول وشق ثاني من السؤال بينما الشق الثالث ذهب إلى هذا المكان لأنه أراد اقتناء حاسوب محمول هل وجد ضالته؟ نعم وجد ضالته إذن نمر الآن إلى السؤال الموالي السؤال الخامس يتميز الحاسوب الصغير بمميزات خاصة عن الحواسيب الكبيرة ما تلك التي ذكرت في النص إذن بالنسبة للمميزات التي ذكرت في النص إذن لدينا سرعة التنفيذ ولدينا خزان المعطيات إذن لنرجع إلى النص لأحدد لكم يعني أين ذكرت هذه المعلومات بالضبط إذن بالنسبة لسرعة التنفيذ إذن سرعة الفائقة عند إجراء العملية الحسابية إذن سرعة الفائقة عند إجراء العملية الحسابية وهي تعني وتنفيذ العملية تنفيذا سريعا هنا فهذه الجملة تشير إلى سرعة التنفيذ لاحظوا معي قوتك وساعتك هنا الساعة فنحن نقصد بها يعني خزان يعني تخزين المعطيات وتخزين المعلومات فهي تقصد بالضبط يعني خزان المعطيات إذن وساعتك فهي تعني خزان المعطيات نمر الآن إلى السؤال الموالي السؤال السادس أصل ما يتوفر عليه الحاسوب بالفائدة المناسبة له إذن الملفات المكتوبة المصورة والصوتية فهي يعني تفيد التعلم إذن التطبيقات فهي تفيد التسلي إذن هناك أيضا تطبيقات تعليمية إذن لدينا التعلم كذلك وتطبيقات بالنسبة للتواصل مثلا تطبيق فيسبوك الأنترنت هو للتعلم الفيسبوك والسكايب إذن هنا للتواصل مع الأصدقاء السؤال السابع كيف يوزع سالمون وقته إذن بالنسبة لهذا الجواب يعني الجواب عن هذا السؤال إذن فجاء في النص بأن يعني الحاسوب هو من نصح سالم بأن يوزع وقته على هذا الشكل إذن فلم يأتي بأن سالم هو من قال أنا أوزع وقتي إذن بين هذه الأنشطة على الشكل التالي مثلا أفعل كذا وكذا وكذا إذن فالجواب هنا يعني لو تمت سياغة السؤال بشكل آخر إذن نقول بماذا أو كيف نصح الحاسوب سالم بأن يوزع وقته أو أن ينظم وقته إذن نحن سنجيب انطلاقا مما ورد في النص إذن يوزع سالم وقته بين حصة للمراجعة والدراسة وأخرى لللاعب في الهواء الطلقي ووقت للاستمتاع في جلسة مع الأسرة ووقت لقراءة كتاب مفيد سؤال الموالي ما النصيحة التي لم يقدمها الحاسوب لسالم إذن لاحظوا معي لا يتصل بأشخاص مجهولين إذن قدم له هذه النصيحة يتصل بمن هم في سنه قدم له كذلك هذه النصيحة لا يدخل مواقع خاصة بالكبار هنا هذه النصيحة لم يقدمها الحاسوب لسالم ونصحه بأن لا يروج صورا شخصية ولم يأتي في النص ذكره بأنه يعني قال له لا تلعب ألعابا عنفة إذن بالنسبة للنصيحة التي لم يقدمها الحاسوب لسالم إذن ألا يدخل مواقع التي لم يقدمها لم يقدمها وليس التي قدمها إذن التي لم يأتي ذكرها في النص لا يدخل مواقع خاصة بالكبار وكذلك ألا يلعب ألعابا عنفة السؤال التاسع أرتب في الجدوى لمزايا الحاسوب ومخاطره التي قرأت عنها في النص وأناقشها إذن بالنسبة لمزايا الحاسوب التي جاءت في النص مراجعة الدروس البحث عن المعلومات تعلم اللغات تواصل مع الأصدقاء وبالنسبة للمخاطر إذن الإصراف في الاستخدام التواصل مع الأشخاص المجهولين مشاركة صور العائلة ودخول مواقع خاصة بالكبار إذن يعني هذا جواب عن هذا السؤال نمر الآن إلى السؤال رقم عشر والسؤال الأخير أذكر أمثلة عن خصائص الحاسوب الصديق للأطفال إذن بالنسبة للحاسوب الصديق للأطفال فهو يفيد التعلم والتواصل والابتكار والتسلي بالنسبة للتعلم لدينا الألعاب التعليمية زائد مشاهدة الدرس عبر القنوات التعليمية بالنسبة للتواصل هنا التواصل مع الأصدقاء والعائلة بالنسبة للابتكار هنا دين الأفلام الوثائق هي تعلم تقنية وأسليب مبتكرة بالنسبة للتسلي نتحدث عن الألعاب الإلكترونية وبهكذا ننهي هذه الحصة أصدقائي صديقاتي أتمنى لكم متابعة طيبة موعدنا يتجدد دائما على نفس القناة مع باقي دروس الوحدة الثالثة من نفس المرجع لا تنسوا الضغط على زر الاشتراك في القناة لكي تدعمونا ولكي يصل لكم دائما جديد القناة وتفعيل الجرس فضلا وليس أمرا إلى اللقاء